حادث مأساوي شهادته منطقة الرودة في مدينة شبررخيمة بمحافظة الأليوبية إزلاقية طفل مالك بطل الجمهورية في الطايكوندو مصرعه وذلك أثناء إقامة حفل الزفاف نتيجة إصابته وبطلق ناري عند استخدام شقيق العروس فرد خرطوش كان بحوزته وأطلق منه عدة أعينة نارية تعبيرة منه عن فرحته فأصاب الضحية وأودة بحياته وقال عم المجني عليه الواقع حصلت في 21 أكتوبر عندما خرج نجل شقيقي الذي يبلغ من العمر عشر سنوات إلى شرفة منزله حتى يأخذ تشيرت خاص به فأصيب أثناء ذلك بطلق خرطوش من سلاح كان بحوزة شقيقي العروس أثناء حفل الزفاف وأضاف إن نجل شقيقي لم يكن من معزيم هذا الحفل حتى إنه لم يخرج من شرفة منزله حتى يتابع ويشاهد ما يحدث وإنما خرج ليأخذ تشيرت خاص به ليذهب إلى درسه وأودع عم الضحية حفل الزفاف كان خاص بأحد جيران القتيل وأطلقوا عددا كبيرا من الطلقات النارية منذ بداية الحفل في الساعة الواحدة بعد الظهر وتوقفوا بعد أن أصيب مالك من جانبه قال أحد شهود العيان أن الطفل الضحية لم يلقى مصرعه في الحال حيث تم حجزه في المستشفى لمدة سبعين يوم وأصيب بنزيف في المخ إسرى إصابته بطلق ناري في رأسه ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في يوم 28 ديسمبر 2022 ترجمة نانسي قنقر